الجزء الثالث سهل يبقى اللي هو الديفجن القسمة القسمة يعني ايه معايا رقم هوزعه على عدد بالتساوي خلاص معايا مثلا خمستاشر بورتقانة خمستاشر طفاحة هوزعها على ثلاثة يبقى كل واحد هياخد خمسة يبقى هنا ما ينفعش مثلا حد هياخد اكتر متاني لازم تكون الاجزاء متساوية تماما ده المعنى العام للديفجن يبقى ديفجن تشارك انك تشارك اشياء بالتساوي you can divide علشان تقدر تقسم حاجات بالتساوي تقدر تقسم خلاص تولف سويتس اتناشر قطعة حلوة are divided among هيتقسموا ما بين ثلاثة اطفال اتناشر هيتقسموا على ثلاثة خلاص how many sweets كم عدد الحلوة قطع الحلوة does each child get كل طفل هياخدها بيقولك تعال يا سيدي نعمل القصة دي ادي البلايت الطبق وفيه 12 sweets اهو separate two sweets قسم اتناشر قطعة حلوة into three equal groups على ثلاثة مجموعات متساوية number of children يعني كل طفل هنعتبره group على حسب عدد ايه الاطفال اللي هنقسم عليهم فقدين عملنا الثلاث groupات هم وزعنا كده نحط واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا كأننا ما بنعرفش نحسن كأننا اطفال صغيرين خالص هتفضل توزع كده هتلاقيهم بالضبط وطلعوا هنا four 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 تمام يبقى the division sentence جملة الاسمة وهو ده لأ المغزى من الدرس انك تعرف تقرأ عملية القسمة in English ده الهدف منها ومش هنا جاي يعلمك الاسمة لان انت قريدي عارفها لكن تعرف تقولها in English تقول twelve divided by three equals four عرفت تقول المسألة كده تمام يبقى انت خلاص الدرس بالنسبة لك لكن قصة الاسمة اكيد انت عارف النواتج وحافظ الجدول الضرب يعني twelve قولوا معايا كده twelve divided by three equals four نقولها اسرع twelve divided by three equals four اسمعها كده من حبيبة يلا twelve divided by three equals four equals each child كل طفل gets four sweets هيحصل على اربع قطع حلوة تمام وعمل لك خريطة كده عشان قال ايه فهمنا بما ان احنا يعني مش فاهمين قال فهيقول لك number of sweets عدد الحلوة each child gets كل طفل حصل عليها اهي four 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 كل طفل حصل على اربعة number of children يعني بيقول لك ان الدواير دي هي عبارة عن عدد الاطفال child number one child number two child number three كل واحد اخذ اربعة والاتناشر دي اللي هي number of sweets twelve الرقم ده هو عدد قطع الحلوة طيب تمام هنا مصطفى بيقول لي eight divided by two تمانية على اتنين equals هيساوي كان four تمام يبقى هنكتب four هنا ده الناتج والخريطة بتاعتنا هتبقى four هنا وfour هنا كل واحد هياخد اربعة رؤة eighteen divided by three equals six six يبقى هنا هنكتب six ستة وهنا برضو هنوزع ثلاثة هنا six 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 ثلاثة ثلاثة ستات يعني علشان نوزع الخريطة بتاعتنا بالتساوي علي شالابي forty divided by four equals ten يبقى هنكتب ten هنا ونكررها هنا اربع مرات درس يعني مفهوش اي حاجة صعب how to solve word problems on division ازاي word problems ازاي تحل المسائل الكلامية على القسم problem تعال نشوف المشكلة تسمع كلمة problem تحس انها يعني ايه معضلة واقل has twelve shells ستة واقل معا اتنشر صدفة he wants to put the same number of shells in each of three boxes وعايز يضع الاثناشر صدفة ديه في ثلاثة سنديق بالتساوي how many shell كم عدد الصدف will be in each box في كل صندوق بيقولك when you divide لما تقسم use separate into equal groups لازم تقسم بالتساوي على عدد المجموعات بيقولك تعال عام نشوف الخطوات العلمية اللي احنا هنعملها للتجربة الرهيبة دي use twelve containers هتجيب ثلاث حاويات تمام علشان نوزع فيهم الاثناشر دول show three boxes place تمام one counter هنجيب الاثناشر تمام الاثناشر حاجة اللي هنعدها تمام وبعدين هنا هنضع في كل حاوية هنضع counter لغاية ما يخلصوا هنبص نلاقي كل counter shell camp shell four continue استمر في العملية دي until all twelve containers are used لغاية ما يخلصوا الاثناشر يبقى من البداية هنجيب الاثناشر حاجة اللي احنا هنعدها ونوزعها على ثلاث سندي وبعدين نحط في كل صندوق واحدة 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 بالتساوي واحدة زي عن نظام عدد الامام كده في الفيلم خلاص نفضل نوزع يعني لقيهم كلهم انتهوا بأكل صندوق في أربعة يبقى إذن there will be four shells هيكون في أربع صدفات in each box أعتقد أن كلام ممل بالنسبة لكم أعتقد أنكم أكبر من كده نبنشرحه ده ينفع لأولى ابتدائي خلاص يبقى twelve divided by three equals four look and learn انظر وتعلم what so what we do when we have missing numbers طيب نعمل إيه لو في حرف مش موجود لو في صورة رقم مش موجود twenty divided by what equals two هنقسم عشرين على كام علشان الناتج في الآخر يطلع اتنين قالك so the miss قالك عشرين هتتقسم twenty divided by two equals ten هتتقسم على اتنين عشان تدينا عشرة so إذن the missing number الرقم النقص is ten هنا بيقولك here is the equation ده الحل twenty divided by ten equals two هنقسم العشرين على العشرة تمام هتطلع معنا الاثنين فكده هنعرف الرقم النقص write the missing number الدور على مين كنا وقفنا لغاية مين نجيب من الاول من اول رؤى يلا رؤى one hundred divided by what equals two هنقسم المية على كام علشان تديني اتنين رؤى معنا نقسم المية على كام علشان تديني اتنين يعني اتنين في كام تديني مية لو معاك مية هتقسميها على اتنين كل واحد هياخد كامل كل واحد هياخد خمسية طيب هنكتب هنا ايه fifty خلاص دور على علي شلبي one hundred divided by two equals fifteen fifty بس خمسين مش ففتين خمستاشر اللي انت قلتها دي البراء one hundred equals twenty five هنقسم المية على خمسة وعشرين يبقى المفروض اضرب كام في خمسة وعشرين تديني مية يعني انا لما حب اوصل الخمسة وعشرين دي للمية اكررها كم مرة ادي معنى الضرب اربعة فور تمام مشان اربع خمسة وعشرينات تديني مية يبقى one hundred divided by twenty five equals four تمام البراء one hundred divided by what equals twenty five المية اقسمها على كام عشان تديني خمسة وعشرين هي هي المسألة بس يعني عكسنا الاركام طيب حبيبة حبيبة اوكي حبيبة مرحبا one hundred divided by what equals twenty five four four ما هي نفسها اللي فوق يا جماعة ايا مصطفى one hundred divided by what equals five يعني الخمسة اضربها في كام اعيدها اعيدها كام يعني اضربها في قد ايه عشان تديني مية عشرين انا ضربت خمسة في عشر تطلع بخمسين خلاص لكن في عشرين عشان تديني مية خلاص رؤى احمد one hundred divided by five equals ها ايه تبقى شري twenty هي هي نفس المسألة اللي فوق بس الاركام ايه عكسناها طيب هنا بيقولك read think and solve the world problems the band played for fifteen minutes الفرقة الموسيقية عزفت لمدة خمستاشر دقيقة عزفتها الفرقة تمام لما احنا نعزف لمدة خمستاشر دقيقة وكل غنية تاخد لها تلات دقايق اه يبقى هنا ده عدد الدقايق وهنا كل غنية هتاخد تلات ثلاث دقايق يبقى احنا خدنا كم قد ايه يبقى خمس دقايق لكل غنية number اهو number of minutes for each song هتبقى five ليه هنقسم الربع ساعة time اللي خدته الباند الفرقة الموسيقية على الثلاث اغاني اللي تغنوا خلاص يبقى خمستاشر على الثلاثة يبقى fifteen divided by three equals five يبقى خمس دقايق لكل اغنية خلاص number of minutes for each song the division sentence الجملة الاسم هتكون ازاي بقى مصطفى ها هتبقى هنا fifteen تمام divided by هنقسمها على تلاتة equals five ده شكل المسألة في النهاية خمستاشر اللي هي المدة عدد الدقايق على تلات اغاني يبقى كل اغنية خدت خمس دقايق طيب رؤى there are two hundred children في متين طفلة في الصف الرابع تمام عندنا كام متين طفل دولة في سنة كام سنة رابعة اوكي they are going on a school trip رايحين رحلة each school بس كل اوتوبيس مدرسة carries fifty بيشيل قد ايه بيشيل خمسين طالب يبقى نركز مع بعض ميتين طالب طالعين رحلة في السنة رابعة تمام معايا مركزة اه كل اوتوبيس شايل خمسين طالب how many buses do they need كم عدد الاوتوبيسات اللي هما محتاجينها the division sentence الجملة المسألة الاسم هتكون ازاي بقى هنقسم هنقسم على اربعة هنقسم على اربعة يبقى هو هو الناتج المفروض يكون اربعة انا هجيب الاول حاجة عدد الطلاب عدد الطلاب قد ايه 200 صح 200 200 كل اوتوبيس هيشيل قد ايه خمسين خمسين يبقى 50 يبقى احنا هنحتاج قد ايه في الاخر 4 3 تبقى 200 divided by 5 equals 4 هنحتاج اربع اوتوبيسات اوكي